اشتركوا في القناة العمل على جمع كافة الأدلة فوراً بعد ضم شبه جزيرة القرم وشكلت مجموعة من المحامين تحت قيادة بيشني لتخطيط الاستراتيجية وفي صيف عام 2015 تم تقديم الدعوة الأولى إلى محكمة فرنسية يمكن تنفيذ الحكم الصادر في فرنسا في إطار قواعد التحكيم الدولي في 154 إدارة قضائية أي أن القرار القضائي يمكن تنفيذه في 154 دولة وفق الاتفاقية نيويورك وحيث توجد هناك أصول وممتلكات للاتحاد الروسي بعد انتظار دام 17 شهراً أصدرت المحكمة قرارها بتعوض خسائر البنك نتيجة لضم شبه جزيرة القرم والتي بلغت مليار وثلاثة مئة مليون دولار وهي تشمل الأصول والمباني والمعدات والخسائر المالية ينص قرار المحكمة على أن يضمن الاتحاد الروسي دفع التعوضات المناسبة دون تأجيل وإذا لم يقم بذلك فعندها سيغرم عن كل يوم تأخير وفقاً لسعر الفائدة والذي تبلغ قيمته نحو 97 ألف دولار في اليوم روسيا لا تريد دفع التعوضات وستكون هناك مشكلة في تحقيق ذلك فهي تتجهل القانون الدولي وفق ما أكده المصرفي سيرجي فورسا الدعوة كانت موجهة ضد الأصول السيادية للاتحاد الروسي ولكن من الصعب جداً العثور على الأصول التي يمكن تجميدها لعدم اعتراف روسيا بهذه الدعاوة ولذلك يجب الحصول عليها بقوة القانون الأصول السيادية غالباً تقع ضمن الحصانة ولذلك في حالة أشاد بنك هناك احتمال ضئيل في أن يحصل على تعوضات على الرغم من الصعوبات في حصول أشاد بنك على التعوضات إلا أن الحكم الصادر من محكمة التحكم الدولية يعد فارداً من نوعه لن تكون عملية سهلة ونحن نفهم مع من نتعامل نحن مستعدون لذلك